بما انك ذكرت في الحالة القابلة الاخيرة امام عشور وهو بيستلم الكرة من محمد عبد المنى بس امام عشور نزل جزء الليل من المباراة عمل شغل عظيم جدا في كاجل نياح كواسة ملعبك اتحرك عمل نشاط وسجل هدف كمان هدف رائع جدا الهدف التالت ليه النادي لتقييمك لامام عشور النهار امام عشور بمنتهى البساطة احنا كل مرة قبل ما قولها يا حاجة بقولك هو اللعيب الشامل امام عشور مش بس رأي الفني امام عشور هو اللاعب الابرز والافضل في مصر في مركز ثماني ده رقم واحد حطه على جنب رقم اتنين هو اللعب الاكثر شمولية هو اللعب الشامل في المركز ده طيب تعال اقولك انه الرجل ده الرجل ده تعال اقولك هو كان فين في الملعب الرجل ده كان بيعمل ايه في الملعب الرجل هل الرجل ده وجبته دفاعية هجومية موجودة على الخط موجود في العمق تعال اقولك دي انا اجيب لك اللق طريق عشان الرجل منزله يلعب فين الراجل منزله يلعب جناح أيصر لأنه سحب حسين وتاو قادي الأولى اللي بعدها اللقطة اللي بعدها على طول الراجل ده موجود فين؟ موجود في الجناح هنا تاني الراجل موجود فين؟ موجود في الجناح خلاص عرفنا إمام نازل يلعبين في المباراة نازل يلعب جناح أيصر نازل يشتغل في المنطقة دي طيب تعالى كمّل دي كرة مرتدة على النادي الأهلي هيشيلها محمد عبد منها ما جيبناها في اللقطة اللي فاتت أول ما يجي يخرج هيخرج فين؟ بص إمام موجود فين؟ في الباكرايت في مركز الباكرايت هو نازل يلعب جناح ايسر يعني في أقصى الملعب قطر الملعب ناحة تانية خالص طيب هتل اللي بعدين هتل اللي بعدين على طول بص ارجع دي بعد ما نازل إمام بدقي أو نص بالزبط هو اللي راجع عامل التغطية العكسية وعمل سبرينت وبيخرج بالكورة بشكل صحيح في كورة مرتدة على النادي الاهلي بيخرج بالكورة بالشكل ده وهو نازل يلعب جناح ايسر يعني هو مكانه يبقى عند مطيق الجزاء امبي لا هو اللي رجع بعد الكورة العرضية اللي اتقطعت من فرقة النادي الاهلي هو اللي نازل يعمل التغطية طيب لقينا في الباكرايت لقينا في هو نازل يلعب جناح ايسر نازل يعمل التغطية والعالي معلول في الباكليفت طب تعالا بقى نشوف الكورة اللي بعدها يلا الراجل هنا بدق فين؟ بدق من الجناح لكن كعادة كل اجنيحة النادي الاهلي بيعمل ايه؟ سند على مراون خدت تانية عمل بنتريشن من العمق مراحش لانه لقى مودست تفتح له ناحية الشمال هو عمل بنتريشن من العمق عشان يعمل باص صحيح لقى فش طب وقف لا كمل كمل مكمل ما كان مين مكمل ما كان مودست هو ساب الجناح وساب الباكليفت وساب الباكرايت وساب العمق ودخل مكمل في مركز الفرود عشان ياخده الكورة التانية كورة تحسبت ضربة حرة لنادي الاهلي بالمناسبة مكمل في مركز المهاجم انا عدت لك كم مركز دلوقتي اربع ملاكز الرجل تحرك وتواجد فيه طب تعال نشوف الجن بقى عشان الجن في شغل كتير قوي كمل يلا روح اللي بعدين بصها كريم وقف هنا وقف هنا طيب ارجع 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 وكروس بتعمل بص كورة دي هبان من زوجة العكسية اكتر بس بصها كريم المساحة عشان السكن بقول فيه كامل لعيب من امبي اتنين اربعة ستة سبعة سبعة لعبين من امبي واثنين قريبين من امبي يعني تقريبا فرقة امبي كلها قريبة للكورة قريبة لمنطقة الكورة تلت الاول من ملعب المنطقة اللي موجودة من على خط الـ 18 حوالي 20 متر مفهومش ولا لعيب من ايه فرق الوعي هو لعيب الكورة بتتعمل كروس كهربا داخل مشترك طبيعي لازم يكون ماشي بقى بصتاك بصتاك الراجل يبتل يعمل سبرينت قبل ما يعرف هي تطلع فين يبتل يعمل سبرينت لانو عارف ان كهربا مشترك مع الراجل فمش يطلعها بقريحية فالرجل لما طلعه هو هاجم المساحة هو هنا اشتغل على المساحة ماشتغالش على هو ما يعرفش الكورة فين الكورة دي ممكن تطلع عالجنب ده ممكن تطلع الراجل يطلعها ممكن تخشجون ممكن راجل على طول ممكن تخش جون ممكن راجل يطلعها على جنب اليمين في المواجهة لكن هو راح هاجم المساحة المنطقة الكبيرة اللي قدام التمنتشر الفضية لازم يتواجد لعب عشان يعمل ايه عشان اللعيب خط الوسطى من ضمن مهامه انه ياخده الكرة التانية فالرجل عنده من الوعي كمل بقى كمل لحد ما ياخده بص وقف هنا اي لعيب اي لعيب هيعمل ايه كريم في التوقيت ده يعني لعيب استلم الكرة سندها على فخده داخل جواب طمان اي شوتها على طول بمنتهى البساطة لانه مش هتجيل الكرة تانية من المنطقة دي تخبأ بقى في حد ما تخبأتش في حد انا هشوته خلاص خلاص منتهى الهدوء منتهى الهدوء كمل بقى كمل هدوء هدوء وبعدين حجز من كعربة وممتاز للمدافع منع عنه انه يدخل تزديد دقيق يقولك انا عملت كام مهار مهار التوقع تواجد في المكان المناسب مهاجمة المساحة ثم تزديد سليم بعد هدوء فبتتكلم على اربع خمس مهارات تتعاملوا في كورة واحدة من لعيب واحد تواجد في مكان مش هو اللي نازل يلعب فيه من الاساس امام عشور كريم مش بس هو الصفقة الابرز من نازل الاهلي مش بس عشان صنه صغير مش بس عشان هو عمل اضافة نوعية وتنوع وحلول كتير لمارسل كولر لا امام عشور مفيد كمان لمنتخبنا الوطن بشكل كبير واعتقد ان التجمع اللي جاي مليون في المية وكان بقاله فترة بعيد مليون في المية بيتور يهايك كون امام عشور موجود ما عافتك كمان